بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقال الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي ورواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما همى بتبليغ الأمة بشيء ما خطبهم عليه الصلاة والسلام خطبة يبدأها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويثني على الله بما هو أخله ثم يشرع في بيان المطلوب فقال من ضمن خطبته صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج وحجوا أيها الناس فقام الأقرع بن حابس في هذا بيان لهذا الرجل الذي تكلم الذي هو الأقرع بن حابس وكان من أمراء العرب ومن مسؤولين في العرم العرب قال يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه فعاد الكلام مرة ثانية فقال أفي كل عام يا رسول الله فسكت عنه صلى الله عليه وسلم تأذيبا له وزجرا لأنه لا ينبغي أن يقول هذا السؤال لأن هذا السؤال يكون فيه ربما يلفت النظر فيفرض عليهم الحج فيشق عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالأمة ما يحب أن يفرض على العمة شيئا يشق عليهم فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى كأنه لم يسمعه فعاد السؤال مرة ثانية فقال الحج مرة ولو قلت نعم لوجب عليكم أن تحجوا كل عام لكنه عليه الصلاة والسلام رفق بالأمة ولطف بهم فلم يوجب عليهم ذلك لو قلت نعم لوجبت ولما ولو وجبت ما استطعتم الحج مرة وما زاد أفا وتطوع فيأخذ من هذا كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال ما دام أن المرأة قال أبي كل عام ما ينبغي له أن يقول بكل عام لأنه لا يجب على المسلم أن يحج في كل عام بقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا كتب الله عليكم الحج فحجوا مرة واحدة فسؤاله قوله بكل عام تعنت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه تعزيرا وتعديبا وردعا له من أن أتكرر هذا السؤال ولو قلت نعم يقول صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم في كل عام لوجب عليكم أن تحجوا كل عام ثم لم تستطيعوا ذلك فتأبوا وتعجزوا ولو قلت نعم لوجبت الحج مرة الحج مرة في العمر مرة واحدة يكفي من المرأة أن يحج فإذا أسقط الفريضة فما زاد فهو تطوع عليه الصلاة والسلام رواه الخمسة غير التلميذي من هم الخمسة؟ هم أحمد بن حنبا رحمة الله عليه وابو داود والنساء وابن ماجه وابن ماجه مع أحمد وابن ماجه والنساء هؤلاء أربعة والخامس هو أبود الترمذي الذي سقط ولم يذكر ولم يروي هذا الحديث وأصله في مسلم كما سيأتينا في الشالح يأتينا الكتاب الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله وهو عن أبي هريرة وليس عن ابن عباس رضي الله عنهما درجة الحديث الحديث صحيح أصل الحديث صحيح بلفظ مقارب لهذا اللفظ وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم فهو حديث مشهور ومتداول ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث الذي رواه الأربعة هذا الحديث الذي رواه الجميع الترمذي والنساء والطهواء أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم رواه والحديث الأول لم يروه الترمذي غير الترمذي قال ولفظ مسلم عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فرض ورواية الأربعة السابقة كتب وكلاهما بمعنى واحد كتب وفرضا لكن أمانة النقل تجعل المؤلف رحمه الله يقول وأصله في مسلم يعني ليس لفظه هكذا في مسلم فالأصل الحديث في صحيح مسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله المسلم رحمه الله لم يذكر الذي قال القول هذا فقال قال رجل ولم يقل قال الأقرع بن حابس فقال رجل أكل عام يا رسول الله أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول يظن هذا الراوي يظن هذا الرجل أن الرسول لم يسمعه والرسول سمعه لكن ما يرغب إجابته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم ذروني ما تركتكم لا تسألوا عن أشياء إن تمدلكم تسؤكم لا تكرروا لا تقولوا أبي كل عام يقول نعم اسكتوا ولا يجب عليكم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجه لا يجب عليكم إلا مرة واحدة كتب مرة وأليكم أن تحجوا هذه المرة ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يعني هو الذي أهلكهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يروا بالحديث أنه لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لو استدنوا أي بقرة فذبحوها لكان المطلوب حاصل قال الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا يا رسول الله ما هذه البقرة لما أخبرهم قالوا ما لونها قال لونها كذا قالوا ما هي إن البقرة تشابه علينا كل سؤال لا محل له من الحاجة ولا داعي له لكنهم بابت عن نتهم وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم حتى غلت هذه البقرة وصار صاحبها لا يبيعها إلا بوزنها ذهابا ولو استدنوا أي بقرة أجزعت وحصل المطلوب فلا ينبغي للسائل إذا قيل له كذا وكذا يستفسر السائل إذا قيل له الواجب عليك أن تعمل كذا مثلا ما يقول ما نوع هذا العمل متى أعمله كذا كذا إلى آخر يطول على السائل ما ينبغي على المسؤول أن يطول عليه وإنما يجيبك هو أجابك بالذي يجب عليك بأن تخذ به ذروني ما تركتكم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه إذا نهيتكم عن شيء فدعوه تركوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطاعتم هو الواجب عليكم الاستطاعة ولا يجب عليكم أن تسألوا كم مرة في العمور ولا متى أن يجب علينا ولا كذا من هذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر له شواهد منها عند ابن ماجة عن أنس ورجاله ثقات له شواهد عن أنس ورجاله ثقات والشاهد الآخر عن ابن عمر عن أبي هريرة الشاهد هذا الذي معنا حديث عن ابن عباس وهكذا له رواة وشواهد كثيرة مفردات الحديث كتب له معان والمراد هنا فرض فرض الله عليكم الحج وجاء في الرواية الأخرى للحديث فرض الله عليكم الحج وجبت يجب وجوبا لزم وثبت والواجب شرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه الواجب يختلف عن المستحب ويختلف عن المشروع فالمشروع قد يطلق على الواجب وقد يطلق على السنة وقد يطلق على فرض العين إلى آخره بخلاف الواجب بخلاف الواجب فإنه ما وجب بدليل شرعي يجب الإتيان به مع الاستطاة والواجب مرة وما زاد فهو تطوع وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه والمكروه ما أثيب تاركه وعوقب ولم يعاقب فاعله والحرام ما أثيب تاركه وعوقب فاعله وقال في المحيط هو ما لزم علينا بدليل تطوع أي تبرع وعبادة نافلة ما يؤخذ من الحديث أولا تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمواعظ والتعليم والتفقه في الدين تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشعرهم بالخطبة في هذه الخطبة فريضة الحج أشعرهم بذلك عليه الصلاة والسلام حتى يهتموا بهذا ثانيا فرض الحج على المسلمين إلا من خصهم الدليل بعدم الاستطاعة إلا من خصهم الدليل لأن قولوا إن الله فرض عليكم الحج عم الجميع لكن البقية الكثير منهم من لم يستطع ليس عليه واجب في دليل قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع من استطاع إليه سبيلا أما من من استطع إليه سبيلا فليس بواجب في حقه ثالثا أن الحج هو في العمر مرة فقط وما زاد فهو نافلة ما زاد فهو تطوّع يعني يتطوّع أو نافلة وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها رابعا أن صيغة الأمر لا تدل على التكرار في امتثاله مرة ما لم يأتي البيان من دليل آخر أن صيغة الأمر لا تدل على التكرار لا يطلب منك أن تكرر لا يطلب منك أن تكرر صيغة الأمر تكفي واحدة بخلافه أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهذا كتب كل سنة على المرة وكذلك الصلاة مفروضة ما تجب على الإنسان في كل يوم وليلة بخلاف الحج فهو أجب في العمر مرة خامسا أن بعض الأحكام تكون بتفويض من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما كان بالإجتهاد أو بالوحي فكله شرع الله تعالى فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقره الله تعالى إلا على الحق يعني أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وأوجبه على العباد فإنه شرع الله جل وعلا يجب الأخذ به ولا يجود التخلف عنه ولا يقال ما الدليل من الكتاب والسنة يقال هذا دليل في الكتاب وهذا دليل في السنة وكلاهما سواء سادسا أن ما سكت عنه الشارع معفو عنه وما كان ربك نسيا فالأحكام التي تجب على العباد بينها الله تعالى ورسوله وما سكت عنه فهو متروك ما سكت الله عنه فهو متروك أي أنه لا يجب على العباد فلا يجب على العباد أن يحجوا كل سنة ولو كان واجب لبين ذلك سابعا أن الأفضل السكوت وعدم البحث عن الأمور التي لم يأتي لها الشرع بذكر فلقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها مورا فكر الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا عنها أن يسألوا عنها أسئلة ما تلزم ولا ينبغي ولا ينبغي أن يسأل العبد يقول هل أنا ابن لفلان أم ابن لغيره هل كذا هل كذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم إن تخبروا عنها تسؤكم لأنها غير صحيحة وغير ما على أصل وليست على أصل وإنما هي من جهالات الجهلاء فنسب هذا الرجل إلى أبيه والحقيقة والواقع أن أباه غير ذلك الرجل فلا تسأل تقول هل أبوي فلان أم أنا ابن لغيره لا ينبغي للعبد أن يسأل ذلك وإنما يسلك المسأل كالسكوتي فما بين فأوى خير وما لم يبين فما سكت الله عنه إلا رحمة ورأفة بالأمة لا يحب الله جل وعلا من العباد أن يفضحهم أو أن يبين عيوبهم وإنما السطر مطلوب وقد جاء في البخاري ومسلم أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته ما ينبغي ذلك للعبد أن يسأل عن شيء لم يحرمه الله أو شيء لم يجبه الله خشية أن يفرض أو يمنع من أجل سؤاله فهذا يجرم جرما كبيرا وجاء في سنن الدار قطني عن أبي ثعلبة مرفوعا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فالله جل وعلا لا يسكث عن الشيء إلا رحمة بالعباد وإلا فإنه يعلم الحقيقة جل وعلا وليس عن نسيان ولا عن جهالة ولا أنه يحتاج إلى أن يذكر ذلك لا يقال ما ذكر لنا ربنا هذا يقول كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزو عنها إلا هالك فما ينبغي للعبد أن يسأل عن أشياء الله أعلم بها فإن بينها أخذنا بقول الله وقول رسوله وإن لم يبينها الله ولم يبينها الرسول أخذنا بألفاظ العموم وأخذنا بما أوجب الله علينا نحو ذلك ثامنا الحديث فيه إن الله كتب عليكم الحج فحجوا والأمر يقتضي الفورية فتجب المبادرة إلى أداء الفريضة قال شيخ الإسلام الحج على الفور عند أكثر العلماء يعني هل الحج على الفور أو ليس على الفور بل هو على الفور فيقال لهم لما مثلاً أن الله أوجب الحج في سنة الثامنة على القول الثاني أو التاسع ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا بعد هذا بسنة قيل إن الحج على الفور لكن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب من الأمة أن تطهر المسجد الحرام من الشرك ومن الرئاء ومن الأعمال السيئة حيث أنه كان في الجاهلية يحج المسلم والكافر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة التي أرسل أبا بكر الحج فيها بأن يمنع كل مشرك من الحج لبيت الله الحرام فحج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعدما طهر البيت الحرام من المسلكين على لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوه بالبيت عريان كانوا في الجاهلية غير أهل مكة غير القرشيين يطوه بالبيت عاري أو ثوب جديد كما ثوب جديد أو يطوه بالبيت عريان ما علي ثوب فكانت المرأة تطوه بالبيت عريانة أحيانا فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله يعني عورتها وما بدى منه فلا أحله فتمنعني حد يتمسها وكذا وهي عريانة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى منه فلا أحله فنوه أن يطوه بالبيت عرات وأن يلبس الثيابة ولا يترك العورة تبرز نعم قال شيخ الإسلام الحج على الفور عند أكثر العلماء ولوما لا يرى أكثر العلماء أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا ويرى بعضهم عدم ذلك لألا يلزم الأمة بشيء لا يلزم شرعا ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعا أثم إجماعا يعني لو ترك الحج وهو قادر عليه ثم مات أثم بينما لو ترك الحج سنة أو سنتين حتى يستمكن من استطاعة الكاملة فلا إثم عليه في ذلك عند من يقول إن الحج ليس بواجب على الفور فعند بعضهم أنه لا يجود التأخير مع القدرة وعند بعضهم يجود التأخير عن القدرة سنة أو سنتين نحو ذلك تاسعا فيه أن الأمر يقتضي الوجوب فإنه صلى الله عليه وسلم قال لو قلتها لوجبت لوجب عليكم ما أوجبته عليكم أن الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب ولا يقال حتى يأتينا الأمر من الله تبارك وتعالى فإذا أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من الأمور فإنه يجب شرعا عاشرا فيه أن التشريع الرباني جاء إلى الخلق من ربهم بقدر طاقتهم واستطاعتهم فلم يكلف جل وعلا خلقه إلا بما يطيقون قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهكذا يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتهم فلا يجب على المرء إذا كان لا يستطيع القيام في الصلاة أن يقوم لا يجب عليه أن يسجد إذا كان لا يستطيع السجود لا يجب عليه أن يركع إذا لم يستطع الركوع وهكذا فاتقوا الله ما استطعتهم من استطاع القيام يجب عليه القيام في الصلاة من لم يستطع فيصلي جالس من استطاع الركوع وجب عليها أن يركع من لم يستطع أن يحني ظهره للركوع فلا يجب عليه ذلك من استطاع السجود فيجب عليها أن يسجد ومن لم يستطع ذلك فلا يكلفه الله نفسا إلا وسعها الحادي عشر فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته فإنه كره مسألة هذا الرجل لبحثه أمرا مسكوتا عنه يخشى أن يبحث فيفرض فتحصل بفرضه المشقة شبقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته في عدم رغبته في السؤالات لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم رغبته كل هذا من باب شبقة على الأمة وهو عليه الصلاة والسلام دخل المكعبة وصلى فيها ورجع إلى عائشة رضي الله عنها حزيناً قالت يا رسول الله ما الذي أصابك؟ خرجت مندي مسروراً ورجعت إلي حزيناً ما الذي أصابك؟ قال يا رأى عائشة إني دخلت البيت وصليت فيه وأخشى أن أكون حرجت أمتي دخولي هذا أخشى أن يكون بحرج على الأمة يحرصون أن يقتدوا به فلم يستطيعوا فشبقته صلى الله عليه وسلم لعلى أمته يمنع من فعل الشيء خشية أن يشفق عليه الأمة فلا يستطيعون وماذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أحرج أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء وهكذا لولا أن أحرج أمتي يصيبهم الحرج فلا يستطيع أحد منهم أن يكون معه سواك فلا تصحوا صلاته لولا هذا لأمرت بالسواك فيأخذ من هذا محبته صلى الله عليه وسلم لأن يتسواك العباد الثاني عشر المفهوم من تشريع الحج في هذا الحديث وكما جاء في بعض رواياته لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم الإشارة إلى أن بناء الأمر على اليسر والسهولة لا على العسر والصعوبة كما يظن السائل كما يظن السائل لا ينبغي أن يكون الأمر سهولة ويسر فينظر فيما يسهل على العباد ولا يشق عليهم عليه الصلاة والسلام هذا وعد الله جل وعلا أن يمنا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح لأن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين الآخذين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث السابق هذا في اتهاية ورائض الحج باب المواقيت إن شاء الله في الدرس القادم أما إذا كان يصلح أن يستعمل في الحلال والحرام فلك أن تستعمله وتبينه وتعطيه إياه ولا حرج عليك أما أن تعطيعه في شيء محرم شرعا يقول السائل كثرة ازدحام النساء على الصلاة عند الحجر وعلى الحجر الأسود الحجر وعلى الحجر الأسود لا الأول كثرة ازدحام النساء على الصلاة في الحجر وعند الحجر الأسود هل لنا في ذلك بيان وتوضيح وفقكم الله لا يجوز للنساء وكان يزاحمل الرجال في أماكنهم فالأماكن الخاصة بالرجال المقدمة والمؤخرة للنساء ولا يجوذ للنساء أن يتقدمنا إلى أماكن الرجال فكانت عائشة رضي الله عنها تطوف مع النساء متأخرة فيقولن لها بعض النساء تقدم يا أم المؤمنين فقال تقول لا فكانت لا ترضى أن تتقدم إلى أماكن الرجال وهكذا ينبغي للنساء أن يمتنعنا عن التقدم لأماكن الرجال وإنما يبتعدنا عن ذلك ويزاحم ولا يزاحمنا على الحجر الأسود ولا على غيره يقول السائل ما هي شروط الاستطاعة في الحج؟ استطاعة في الحج القدر على ذلك من استطاع إليه سبيلا من أراد أن يحج وهو قادر فلا يجوذ له وأما من أراد أن يحج بالدين أو بالقرض أو بالذمة فلا يجوذ له ذلك ولا يجوذ له أن يسأل الناس ليحج كما يفعل بعض الإخوة أداهم الله يقول أنا أريد الحج ساعدوني أقول يا أخي إن كنت تستطيع الحج فبها ونعمت أما إذا كنت لا تستطيع فلا يجوذ لك أن تسأل الناس لأجل أن يساعدوك على الحج فالله جل وعلا ما أوجب عليك الحج وإنما قال من استطاع إليه سبيلا يقول السائل امرأة عجوز كبيرة في السن طافت بالبيت ولم تستطع السعي بين الصفا والمروة فهل لها أن تؤخر السعي إلى الغد لا بل لها أن تطع في وقت القدرة ولا تترك السعي لأنه واجب ولا يزمها السعي مشيا وإنما راكبة ومحمولة وغير ذلك من الأمور التي يجوذ لها يقول السائل هل لي أن أعتمر عن والدي العاجزين أو أكلف من يعتمر عنهما لك أن تعتمر عن والدك عمره وعن الوالدة عمره وأن أرسلك واحدا عنهما وثاني عن أبيه واحد عن أمك واحد عن أبيك وكذا وحسن وهكذا يجوذ لك أن تعتمر عن أبيك وعن أمك ولا تجمع الوالدين في عمرة واحدة يقول السائل ما حكم رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة استحبوا في كل مرة في كل تكبيران ترفع يديك استحبابا لا وجوبا يقول ما حكم المصافحة بعد الصلاة وما الفعل للذي مد يده للمصافحة ما ينبغي المصافحة بعد الصلاة وإذا مد المسلم إليك يده للمصافحة وصافحه لأنه لم يرد النهي عن ذلك لكن إذا كان من جيرانك أو من القريبين منك فنبهه على ذلك قل يا أخي ما ينبغي لك أن تشغلنا عن التسبيح والتكبير الوالد في الصلاة فالتسبيح والتكبير الواجب في الصلاة مستحب وسلامك هذا يشغلنا عن ذلك ونحن حينما أقول في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله نسلم على كل عبد صالح على يميننا وإذا قلناها على اليسار فنسلم على كل عبد صالح عن يسارنا وهكذا ينبغي للمسلم أن يقتصر على هذا السلام ولا يشغل المصلي بالمصابحة وغيرها يقول السائل ما مقدار الاستطاعة في الحج وهل المقصود بالاستطاعة في الحج الاستطاعة على السفر الاستطاعة بالحج مع الاستطاعة بالحج فقط ولا تشدد على نفسك انظر إن كنت تستطيع أن تحج فحج ما تستطيع الحج والله قد عذرك ولا تشدد على نفسك وتسأل عن شيء لم يجب يقول السائل هل يجوز لامرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب رؤيته لأفلام إباحية وقد تاب عن ذلك ولكنها نفرت منه نفورا شديدا وهو لا يريد الطلاق ولديه أطفال ما دام أن الرجل ترك الحرام وترك المكروه لا يجب على زوجته أن تنصاع معه وتسجيب له وأي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس أما إذا كان هناك بأس كان يكون يضرب أو يؤذيها أو يشمها أو يلعنها أو يضربها أو يتكلم بالكلام الحرام ونحو ذلك فلا بأس عليها في الفراق منه وأما إذا كان لمجرد فعل تاب منه فالتوبة تجب ما كان قبلها يقول السائل هل يصح أن أقول سبحانك ربي ما أجملك ما ينبغي لك هذا أخي أن تتعنت وتسبح ربك بشيء لم يرد فما أعرف أن هذه الكلمة وردت والله جميل يحب الجمال والله جل وعلى روهم بالعباد فعليك أن تأتي بالمطلوب ولا تسأل هل يجود لي أن أقول كذا وقول كذا بأشياء لم ترد يقول السائل هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر لشخص يسكن ببلاد أجنبية مع العلم بأن الدول الأجنبية تمنع المسلمين عن الصلاة في أوقات العمل الساكن في بلاد أجنبية إذا استطاع أن يظهر دينه فيجود له أن يبقى في هذا وأما إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه فيجب عليها أن يغادر ولا يجود له أن يترك الصلاة في وقتها ويؤخرها لغير وقتها فالصلاة كتبها الله جل وعلا على المسلمين كتاباً موقوتاً أي مفروضاً في الأوقات يقول السائل ما حكم تربية الأولاد في بلاد الكفر إذا كان يستطيع تربيتهم تربية إسلامية على الصلاة والصدق والأمانة فله ذلك وإذا كان لا يستطيع فيجب عليها أن يغادر هذه البلاد يقول السائل هل يجب رفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيره ليس بواجب وإنما هو مستحب يستحب للمرأة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز يقول السائل قدمت من بلادي لأداء العمرة واعتمرت وأريد أن أعتمر عن أمي عمرة أخرى من مسجد التنعيم وأفادوني بأن أذهب إلى أبيار علي فماذا أفعل الأولى لك أن تؤجل العمرة حتى تقدم بها إلى مكة سواء كان قدومك من جهات الطائف أو من جهات الطائف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر